أنا عملت الريسيرج تاعي وحكيت مع كل أصدقائي اللي عندهم بيبيز لنقدر نطلع بهالبوينت اللي عندي إياهم بس إحنا أول شي حنركز أنه على سن نركز على سن مولود جديد لثلاث سنين يعني الأهل اللي هلأ لستاتهم يعني ما بدون يغيروا حياتهم يكفوا السفر ويسافروا مع الأطفال وممكن هم يعني حالة الولادة صيرة برة في برجعون أورادي صحيح أيه كمان صحيح فأول شي بحجز التيارة والفندق أهم شي بحجز التيارة أنه توقيت التيارة إذا كانت رحلة أصيرة أربع ساعات خمس ساعات تأكدوا أنه تكون بنهار عشان ما تخربوا روتين الطفل بالنوم والمقاعد عادة إذا بتحجزوا بكير في أولوية للعائلات فتأكدوا تأخذوا المقاعد مش الأجزة لأنه طبعا زي ما هاني كان بيقول الأجزة ممنوعة الأطفال يقعدوا فيه المقاعد البنص حد الأجزة بس أول واحدة صحيح بالضبط أول واحد بعد كل كابن ومراض كمان هناك فيه وين فيه الكوت التخط للبيبي موجود وتاني شي الفندق الموقع الفندق يكون قريب على الأماكن التي تريدون سياحة فيها وبنفس الوقت تطلبوا من الفندق يوفر لكم تخط بالغرفة وفي شي واحدة من صديقاتي قالت لي أنه هي بتاخد معا شراشف التخط للبيبي عشان ما تحسسوا أنه تغير كثير عليه فهذا الشي كمان نقطة حلوة وكمان تطلبوا مغتص لتحميم البيبي وإذا ما فيه مغتص هذا بالأوتيل بالأوتيل مرات فيه فنادق ما عندهم إياه هذا الشي ففيكم تحطوا منشفة بالمخسلة وتحميموا البيبي بالمخسلة فمن بعد نيجي لشنطة السفر ترتيب شنطة السفر أهم شي تتأكدوا حرارة المكان رايحين عليه إذا الشوب ولا برد والملابس الملائمة للجو شي مريح للأطفال وتحطوا معكم ألعاب قصص حرام للطفل على الطيارة إذا برد أي شي الأطفال متمسكة فيهم بالبيت عندكم تكون معهم لأنه يحسوا أنه فيه شي مش كل شي عم بتغير عليهم مرة وحدة خصوصاً الأطفال بهذا السن بيكونوا كمان الأسنان بدأت تطلع فدائماً بيكونوا متعلقين بلعبة وحدة أو شي لما يهضوا عليه تكون معكم هذا الشي وأنا زيد يمكن على هذه النصيحة أنه تأخذ كل شي دبل خاصة في الطيارة كلبس كمثلاً رضاعة كلعبة لأنه ممكن شي يطيح ممكن يتوسح واصلوا أي شيء يصير تستخدم البديرة صحيح وسناكس وجبات خفيفة والسناكس عدت تيارة وكمان للرحلة أنه مرات فيه أكل محدد أطفال إذا عندهم أي حساسيات يكون معكم موجود هالشي وأهم تنين أنه بالنسبة إلي كمان للأطفال ولقلنا واقي شمس ومضاد نموس نموس خصوصاً بالجزر وكل هاي المناطق والصيف هذا كتير مهم للأطفال ثالث شيء أنه توصلوا بكير على المطار يعني خصوصاً الإمهات اللي أول مرة عم بيسافروا الأهل اللي عم بيسافروا أول مرة مع بيبي دايماً إحنا نوصل بكير بس كم توصلوا لسه أبكر من البكير لأنه هالمرة معكم عرباي معكم يعني أكتر من شيء اللي تعملوا له تشاك إن وممكن إذا ما قدرتوا تلاقوا المقاعد اللي كنتوا بدكم إياها تقدروا تلاقوها إذا وصلتوا بكير يعطوكم المقاعد اللي محتاجينها وما بدور تطلبوا أبكريد طبعاً دايماً يعني هذا اللي معاها بيبي واللي مو معاها صحيح وإذا صفيتوا عاملين تشاك إن بكير في نقطة أنا هلأ اكتشفتها بآخر رحلة إنه معظم المطارات هلأ فيهن بلي إيريا مكان للأطفال يلعبوا فيه فبس عليكم إنه تسألوا أول ما تعملوا تشاك إن عند الاستعلامات تسألوا فيه مكان مخصص الأطفال وبعدين نوصل على المكان للوجهة السياحية لما تبدو بتكم تبدو نهاركم أنا ما بقول إنه خططوا كل شي بتكم تعملوا بنهار لأنه كل شي بتغير بالصفر بس أهم الشي تكونوا عارفين وين بدكم مثلاً تتغدوا أو تتعشوا بهذا النهار وتشيكوا إنه هدول المطاعم بيقبلوا أطفال لأنه في كتير مطاعم خصوصاً بأوروبة ما بيقبلوا أطفال في مع الكونسيرجيا احكوا للمطعم من قبل في هاي تشير بيقبلوا أطفال لتكونوا عارفين وين بدكم معي البريك اللي تتغذوا فيها للنهار وطبعا يكون معكم دايما يكون معكم النينة ماء للطفل لأن خصوصا هلأ بفصل السيف ممكن بدون ما تشعروا يصير جفاف عند الأطفال مياه قبعة واقي شامس والسناكس كمان مرة واجبات الخفيفة ومبسطوا بنهاركم بالسفر وآخر نقطة اللي هي كونوا مرنين يعني بكفئنكم بالنسبة هاي يعني إنجاز وشجاعة إنكم عم بتسافروا مع أطفال هالأد صغار وبالسفر أصلا بدون أطفال فيه مفاجآت دايما وبصير إشياء ممنة وقعة فنبسطوا برحلتكم وجربوا إنه لما يصير هالإشياء نفسوا وكل شي بيمشي لما عندكم سفر وسياحة هي هلح تمشي إنه الواحد يكون مرن إنه أي تغيير أي خطأ يصير إنه الإنسان لا يوقف عنده يحاول إنه يتجاوزها ويعدي الرحلة على خير فيه رحلات أو وجهات تنصحين فيها نعم فيه ثلاث وجهات بنصحكم فيها لتسافروا هالصيفية اللي هي سيشلز لأنه على البحر جزيرة سهل معظم الفنادق على البحر فقريبين على وين تقلعوا إذا قررتوا تروحوا سياحة المناطق سهل توصلوا لها وقريبة على بعض تاني محل اللي هو أمريكا أمريكا من أكتر البلدان اللي بيقولولها بيبي فرندلي يعني صديقة للأطفال فكل محل يعني من المطاعم أي محل بتروح عليه حتى لما بدكم تستأجروا سيارة بيعطوكم إنه كار سيت بالسيارة خصوصاً الولايات الكبيرة يعني كاليفورنيا نيويورك هدول الماكن وثالث محل هو ألمانيا لأن ألمانيا فيها من أكتر الحضائق للأطفال المخصصة للأطفال وأنا زيد عليك صراحة الإمارات لأن الإمارات يعني أنا أي أحد من صحباتي عندهم بيبيهات جداد دائماً أقول لهم تعالوا الإمارات لأنه صراحة مهيئة في كل مول في كل حتى مثلاً محلات الألعاب الكبار يخصصوا للأطفال الصغار زي ما ذكرت حتى التكاسي صار فيها كار سيت لو أنت تطلبي فلعني صراحة الإمارات مر مهيئة وأنا ساعدتني شخصياً لما كانت ملك بيبي أنه أخرج وما حس أنه أنا لازم أجلس في البيت أو صعب عليه أطلع